عيد أشوف بيانة واضح أعتقد أنه في جهتين لجنة الاحتراف أو الاتحاد القدم تحدث عن الموضوع وأنه تم تنفيذ الحكم أيضا الاتحاد يقول أنه تم تنفيذ الحكم بقية المسألة عند اللاعب ووكيل الهيثبات ما تقدموا به أو ما تحدثوا به أنا بس أتكلم عن ناحية الصحفية البعض يعني يلوم الصحف والصحف لا تلام عندما يعني يتحدث مثلا لاعب أو وكيل أعمال لاعب هو من يتحمل المسؤولية حين ذلك هو مو خبر صحفي هو تصريح كان لسان وكيل لاعب لكن أنا اللي لاحظته حقيقة بعد رد الاتحاد السعودي كان هناك فيه اختلاف فيه حديث الوكيل أيضا تحدث عن مرتبات ونموحكم نحن بالعكس نتمنى إذا كان لللاعب أنه حقوق أنه يستلمها أولا بأول ما نتمنى التأخير لللاعبين ونتمنى أنه أحد يظلم أيضا لا نتمنى أنه يعني يتهم نادي بدون دليل أو تشوه حتى صورته لكن ما أعتقد أنا وجهة نظر الشخصية ما أعتقد وأنا قاعد أسمع جهتين الآن الاتحاد واتحاد القدم اتحاد النادي واتحاد القدم كلهم يقولون أنه تم تنفيذ الحكم انتهى الموضوع ما أعتقد أنه يمكن فيه أي مستحقات لللاعب نتمنى أيضا أنه التوضيح الكامل أيضا من لجة الكفاءة المالية أنه توضح أيضا هذا الأمر نتمنى أنه ما يتم السكوت عنها أبدا حتى يتم توضيحه كاملا أنت تعرف وسطنا يعني ما شاء الله يدور له أي شيء عشان يتحدث فيه مهما تحدثت فنتمنى مثل هالموضوع أنها تقفل يعني تماما بتوضيح مستحقات اللاعب فعلا أنه استلمها بالتواريخ بالأرقام بالشيكات بالأشياء أمس ردوا في الحساب حقهم ولا لا ردوا فعلا ما لا شيء يعني شيء يوضحه لا أنا أقول لك أنه اختلف تصريح الوكيل أنا شفته اليوم تصريح الوكيل أيضا اختلف قال لنا لا مش الحكم اللي كان في لجة الانضباط لا هذه مرتبات وأن المرتبات هذه مسؤولية ما أدريش يعني اختلف الحديث من وكيل اللاعب احنا نتمنى أنه فعلا يغفل وأنه ما أحد يتحدث بشيء إلا يكون يعني واثق من كلامه ويقدم كل الأدلة